كنا بالمحاضرة الماضية بدأنا نشتغل على القسم الثاني من مادة وهذا القسم رح يعرفتنا إلى حد ما عن بعض الأمور الهامة جدا في مناهج البحث في العلم السياسية وصلنا إلى إذا بتذكر وصلنا لعند كنا عم نحكي ببعض المفاهيم المهمة جدا وصلنا لعند المنهج العلمي المنهج العلمي تعريفا هو الطريقة والأسلوب المتبع في البحث والذي يقوم به البحث أو يسلكه البحث لكي يدرس ظاهرة معينة لكي يصل إلى حقيقة وكيف تطورت وكيف وصلت إلى ما هي عليه بمعنى آخر يكشف الأسباب حتى يدرك لماذا أتت هذه الظاهرة بهذه النتائج وبنفس الوقت بما أنه أدرك الأسباب أو استطاع أن يدرك الأسباب يمكن أن يقدم لها الحلول المناسبة دائما الباحث هو المنطبه معرفة أسباب المشاكل وأيضا تقديم الحلول هذه أهمة الأكاديمي والباحث يا جماعة الباحث في المجتمع إنسان له خلينا نقول أو عليه مسؤولية كبيرة اللي هي أنه يدرك ما هي المشاكل والأسطار الموجودة في المجتمع وما هي الظواهر السنبية وكيف وصلت إلى المرحلة من السنبية وكيف يمكن أن نتعامل معها ونقدم لها الحلول المناسبة البحث العلمي تميز بقدرتها على وصفه بحلال الظاهرة المدروسة هذه مهمة البحث العلمي أن يصف ويحلل الظاهرة المدروسة ولذلك فإن استخدام المنهج العلمي مفيد جدا وضروري لأنه من خلاله نستطيع أن محدد المشكلة بشكل دقيق وصحيح 100% يساعدنا من خلال الدراسة والبحث على فهمة ونستطيع أن نضع الفروض أو التوقعات المبدئية هلأ الفرضية العلمية هي توقع ليش هي توقع؟ لأن الباحث ليس متأكد بعد من صحتها كيف يتبكد من صحتها بالبحث العلمي؟ بالمنهج العلمي اللي رح يستعامل معه اللي كي يثبت صحة فرضيته أو توقعه طبعا هي توقع مبدئي لحل المشكلة من خلال المنهج أستطيع أن أتأكد من صحتها وأختبر هذه الفروض وأصل إلى حل المشكلة وأتحقق منها بالنسبة لخطوات البحث العلمي أو المناهج المستخدمة يستخدم أو يستخدم المنهج العلمي عدة طرق منها الطريقة الاستنتاجية أو الاستنباطية ما هو الاستنتاج؟ الاستنتاج هو قسم من الاستدلال الاستدلال يقسم إلى قسمين خلينا نكتب لكم إياها كتابة الاستدلال يقسم إلى قسمين القسم الأول هو الاستنتاج القسم الثاني هو الاستقراء الاستنتاج هو الاستنتاج هو أن أصل إلى حقيقة من خلال حقيقة أكبر والاستدلال والاستقراء هو أن أصل إلى حقيقة آآ خلينا نقول أو أنتقل فيها الاستنتاج هو انتقل فيه من حقيقة خاصة إلى حقيقة عامة شو معناته هالحاكي؟ مثلا أنا بالاستنتاج ممكن أني أصل خلينا نقول أنا باعتبر أنه عندي مقدمة كبيرة أو عندي مقدمة الاستنتاج هو أن أصل إلى صحة مقدمة من مقدمة أخرى مثال كل المعادن تتمدد بالحرارة هذه حقيقة علمية وهي مقدمة تمام؟ من هذه المقدمة وصلت لها من خلال الاستقراء هلأ بنحكي شو الاستقراء هذه الحقيقة اللي هي كل معادن تتمدد بالحرارة هي حقيقة علمية وبديهية أصبحت بديهية هي كانت عبارة عن بعض بعض الفروض ولكن بتطبيق أستجرب عليها وصلت لها تمام؟ فلما بقول أنا كل معادن تتمدد بالحرارة فبديهي الحديد معدن إذن الحديد يتمدد بالحرارة هذا هو شكل الاستنتاج العام بمعنى أستطيع أن أصل إلى حقيقة جزئية من حقيقة عامة من قانون كبير وباضح ومثبت صحته إلى خلينا نقول نتيجة أو إلى قضية لم أتعامل معها ولم أثبت رحتها طيب أنا شو نتأكدت أنها صحيحة من خلال أنها تشترك مع بقية خلينا نقول أنه مو تشترك من خلال أنها تحمل نفس الصفات يمكن يكون هذا الكلام إلى حد ما جديد عليكم تمام؟ لأن هذا منطق بحث هذا منطق بحث هذا الكلام اللي عم حكي أنا هو عبارة عن كلام منطقي أو هاي بسوث المنطق الصوري اللي استنتجه أو اللي اكتشفه أو تأسيسه رصده شو معنات الاستنتاج يا جماعة؟ الاستنتاج هو عبارة عن أنني أستطيع أن أستخلص أو أصل إلى حقيقة جزئية من خلال حقيقة عامة بشرط أن يكون يحتوي على نفس الصفات هلأ أنا لما بقول كل المعادن تتمدد بالحرارة وصلت إلى هذه الحقيقة من خلال الهبات من خلال التجربة على مجموعة كبيرة من المعادن طيب أنا في عندي أحد المعادن ما جربت عليه ولا استنتجت إذا كان بتمدد بالحرارة ولا لا ولكن أنا مديهياً بما أنه هو يحوي نفس الصفات الموجودة في المعادن فهو رح يتمدد بالحرارة هذا اللي اسمه الاستنتاج هذا اللي هو اسمه الاستنتاج فالاستنتاج معنات أن أصل إلى قضية جزئية من خلال خلينا نقول قانون مثبت لذلك أستطيع أن أستخلص من الشيء العام شيء خاص أستطيع أن أصل إلى شيء خاص من العام بعكسه تماماً الاستقراء اللي هو استدلال ولكن من الخاص أستطيع أن أصل إلى العام يعني أنا عندي معدل أو عندي حديد عرضت للحرارة فتمدد عندي ألمنيوم عرضت للحرارة فتمدد عندي زينك عرضت للحرارة زينك لا زينك ما معدل عندي خلينا نقول نحاس عرضت للحرارة فتمدد رضت أنا أو جربت على عشرة أو أكتر من المعادل فوجدت أن كل ياتها تتمدد في الحرارة فنستطيع مباشرة أن أصل إلى قضية كبيرة وهي أن كل المعادل تتمدد بالحرارة الاستنتاج بالاستقراء يجمع بعكس بعض بعكس بعض الاستقراء يحتاج مني التجريب الفردي يعني على كل حالة فردية وهذا اللي اسمه الخاص ونوصلان هذا التجربة الفردية على كل جزء أو على كل عينة عندي أستطيع أن أصل إلى القانون العام هلا أكترين منكم ممكن يعتبر أن هذا الحكي إلى حد ما جديد عليه أو يمكن ما هو جديد بس هاد ليش نحن عم نشتغل عليه لأنه هي من بديهيات البحث العلمي هي من بديهيات البحث العلمي في البحث العلمي يا جماعة الشيء المثبت ما بضيع وقت عليه هذا اللي بديهي لكم يا الشيء المثبت ما بضيع وقت عليه خلص هذا مثبت هذا قانون فبروح باخد منه جزئيات بروح باخد منه أشياء جزئية أنا عندي قانون مثبت ما بروح بضيع وقتي على شيء لحتى أتأكد منه صح ولا لا إذا كان مثبت القضية العامة منه كانت مثبتة هو عبارة عن جزء منه وخلص اللي بينطبئ على الكل بينطبئ على الجزء أنا كيف وصلت للكل من خلال الاستقراء شلون باخد من هذا كله باستفيد منه من خلال الاستنتاج واتنينتهم هي عبارة عن طريقة استدلالية ما هو التحليل؟ التحليل يا جماعة هو قضية عمق إلى حد ما وهو أنه أنا أوصل لحليل أو خلينا نقول إلى وصف أو فهم شيء شيء بسيط أو شيء جزئي من شيء أعقد يعني أنا عندي شيء معقد ولكن أستطيع من خلاله من الأصل إلى الأبسط فالأبسط فالأبسط الطريقة التجربية هي عبارة عن ميدان ومخبر ميدان ومخبر بمعنى آخر أنه أنا في عندي من الأبسط إلى الأعقد صحيح الحكيم من الأبسط إلى الأعقد فالتحليل هو طريقة تدريجية تمام؟ بالنسبة للتجربية يا جماعة هو عبارة عن طريقة ميدانية مخبرية يعني بمعنى أنه بدي يجرب على الشيء أو بدي يجرب على الأمر اللي أمامي لحتى أوصل إلى صحته من عدم صحته طيب طبعا هيدي كلمة ميداني مخبري ليش كلمة ميداني مخبري؟ ميداني مخبري معناتها أنه في بعض العلوم يا جماعة ما ممكن أن يجرب عليها ما بروح على مخبر وبروح على خلينا نقول مكان اللي صارت فيه ظاهرة هذا الجزء اللي هو الميدان هو للعلوم الإنسانية العلوم الإنسانية ما فينا ناخد إنسان وروح نحطه في المخبر ونجرب عيني يا جماعة ما في ظاهرة تبتص بالإنسان يمكن العمل عليها داخل المخبر لذلك هي منسمية ميدان يعني مثلا أنا بعرف أنه فيه انتشار كبير للمخدرات في شمال سوريا تمام؟ أنا كيف بدي أتأكد من صحة فرضيتي كيف بدي أعمل على أني أوصل للأسباب تمام؟ أنا بروح على الميدان بروح على الميدان بشوف أشخاص بعمل مقابلة بعمل استبيان بعمل خلينا نقول ورشات عمل بعمل لقاءات مع مختصين هاي من خلالها هاي نش منسمية هاي دي اسمها الطريقة الميدانية بمعنى أنا بروح على الميدان اللي عب سير فيه هذا الأمر أو هاي دي الظاهرة وشتغل عليها بينما المخبر يا جماعة هو خاص بالعلوم التطبيقية خاص بالعلوم التطبيقية شيء أستطيع أن أخذه إلي المخبر وشتغل عليه فهذا ميدانه المخبر لذلك الطريقة التجربية تقسم إلى قسمين حسب طبيعة الظاهرة اللي أنا عب أشتغل عليها الظاهرة بتخص الإنسان أنا بروح على ميدان اسمه ميدان بس كمان اسمه تجريب كما أن اسم التجريب بينما علوم تطبيقه بروح المخبر ما هو المتغير؟ المتغير هو سمة أو صفة لظاهرة ظاهرة ما تقبل الملاحظة أو حادثة نؤشر عليها بنية وتأخذ قيما مختلفة أو صيغ متبينة وكذلك هو صفة محددة تتنول عادة من الحالات أو القيم أو يشير إلى مفهوم معين يجري تعريفه إجرائيا بدلالة إجراءات البحث ويتم قياسه كميا أو وصفه كيفيا إيش معنات هالحكيم؟ علمة متغير يا جماعة هو عبارة عن صفة لظاهرة هالصفة هاي دي بدي أنا أقدر أني لاحظة أني أنا لا يمكن أن أصل إلى فرضية معينة إلا من خلال شيء عم لاحظه إلا من خلال شيء ممكن ملاحظته أو خلينا نقول كل شيء يدل على أنه في حادثة أو حادثة تعتبر مؤشر لشيء معين مؤشر لشيء معين طبعا تاخد قيم مختلفة وصيغ متبينة بمعنى آخر أنه لا يمكن أن تاخد نفس الصفة في كل المجتمعات وفي كل الثقافات وفي كل المياتين هالصفة هاي دي يا جماعة اللي أنا عم أدر حددها هي عبارة عن خلينا نقول بتتناول كتير من القيم وكتير من المؤشرات وأحيانا أحيانا ممكن أني يعرفها مش معنى إجرائيا يعني كما هي كما هي تمام هلأ يتأهم شيء بالنسبة للمتغير يا جماعة لازم أني قيصه يعني أنا مثلا أنا ما بقول ارتفعت نسبة طلاق في تمال الثوري ما بين عامين 2014 و2016 إلى نسبة أكتر من أربعة أو خمسة بالمية هلأ هذا مؤشر هذا يعتبر مؤشر هذا المؤشر أنا كيف عرفت أنه يعني خلينا نقول عبي دلني على شيء أو خلينا نقول عبي حاول أنه يخبرني أن هناك كارثة أو هناك مشكلة أنه في عندي خياس كمي ارتفعت نسبة طلاق أربعة أو خمسة بالمية خلال عامين فهذا معناتها في مشكلة معناتها أنا أمام ظاهرة جديدة هالظاهرة هيدة شلون عرفتها من خلال القياس اللي قدامي أنا قدامي قياس قدامي نسبة قدامي نسبة بتقلي أنه الطلاق ارتفع الطلاق ارتفع معناتها أنا عندي مؤشر لحالة اجتماعية غالبا ما تكون سلبية غالبا ما تكون سلبية الاستقراء الاستقراء هو في اللغة التتبع استقرأ شيء معناتها اتبع تقرأ شيء معناتها بدي اتبعه بمعنى آخر أنه أنا بدي اقرأه كما هو على أرض الواقع بدي اقرأه كما هو بدي اتبعه يعني بمعنى آخر أنا بدي اشتغل على موضوع الطلاق بدي اتبع هيدة الحالة يعني أنا ما مستحيل وأنا قاعدة في مكاني قول انه ارتفعت نسبة الطلاق في شمال السوري كذا وكذا وكذا طيب شلون شو أنا بدي افهم حقيقة هيدة الظاهرة ليش عا بصير شو هي أسبابها وما هي الدواعي لألة كيف عم تعمل مع المطلقين ما هي النتائج والتبعات على كذا الطلافين سواء الرجل أو المرأة ما هي التبعات على الأطفال وانا رح أنت أعرف كل هذا الشي بدي اتبع التفاصيل كلها وهو في الاستلاح عملية زهنية تتبع من خلالها المفكر أحوال أفراد النوع الواحد أو الظاهرة والمقصود بالاستقراء هو التتبع الجزئيات أنا ما بدأ أوصل لوصف أو حكم عن موضوع الطلاق إلا إذا تتبعت الجزئيات والتفاصيل كلها من خلال تتبع الجزئيات استطيع أن أصل إلى حكم كلي وهو أحد أساليب الحكم المنطقي هذي كلها تشغل الأرسطة على الفكرة ويتشكل بفضل قراءة عدة حالات ومن ثم أصل إلى التعميم بعد ما أقرأ عدة حالات بقدر أقول أنه ارتفعت نسبة الطلاق بسبب مثلا النزوح ارتفعت نسبة الطلاق مثلا بسبب الوضع الاقتصادي ارتفعت نسبة الطلاق مثلا بسبب تباين الثقافات واختلاف الثقافات والعادات والثقاليد بين المجتمعات المختلفة هذي كلها تمافني أنا أوصل ما فيني أني أوصل إلى حكم معين إلا بالتتبع اللي هو الاستقرار يستخدم هذا الاسلوب غالبا عندما تتم دراسة حقائق جديدة يعني لما نكون في عندي شي جديد زواهر جديدة لذلك فإن التعميم يتم على هذا الأساس ما بقدر عمّم يا جماعة إلا من خلال أني اتبع القضية أو الحقيقة اللي عم اشتغل عليها حتى أقدر أني أوصل إلى الحكم بيطمأنان بأمانة علمية أنه أنا ما وصلت لهذا الحكم عبثا إنما وصلت له بعد تتبع للتفاصيل اللي أوصلتني إلى فهم كامل لهذه الظاهرة وفهم كامل لهذه الحقيقة حتى أدرت أني اتبع أو أني أحكم عليها حديث هلأ حدا عند السؤال يا جماعة حدا عنده سؤال لا الله أعطيك العافية دكتور لا رزيك صعب شي هذا الحقيقة اللي عم نحكي إذا صعب أقول له اللي برجع بعيد طيب يبدو أنه مصح إن شاء الله الأمر واضح إن شاء الله إن شاء الله في شغلة أبدأ لكم ياها صح هلأ منيح نذكرت كنت في حديث أنا وعميدنا دكتور محمد فريج لغينا لكم موضوع المزاكرة يا جماعة أصبح المطلوب منكم إنه كل واحد رح يلخص لي فصل من فصول منهجنا ويقدم ليها خلال فترة من اتفاع عليها أنا وأنتو في نهاية المحاضرة فهلأ ما ضل عنا شيء اسمه مزاكرة حسب قدرتكم على التلخيص حسب فهمكم للفصل المطلوب منكم رح نعطيكم العلامات وإن شاء الله ما رح تكون قليلة بس يعني مهم جدا أنه بالتلخيص ما أنه تكونوا يعني هدفكم تقتصروا من المادة العلمية هدفكم أو أنه يكون الهدف العام هو السهم الحقيقي لما تقومون به بحيث أنه تأدمولي جوهر جوهر المعرفة العلمية من هذا الفصل هي شغلة أنا كيف بدي أعرف عدد الطلاب أو أسماء الطلاب في دفعتكم حدا منكم بيعرف قديش عدد طلابنا عشرة إداعش قديش عدد طلاب الدفعة دقيقة وعليكم السلام فضل الله عليك العافي الدكتورة هو العدد إداعش العدد إداعش وصارت معاش العدد بالدخول هاني الأستاذ هاني جديد يعني آه تمام عم بيحكي معي مين يحيا مو يحيا عفوا عفوا مين معم يحكي صفوح صفوح تمام شكرا يا صفوح عندك الأسماء صفوح؟ يتكام يتكامي دكتورة هلأ باطقي يعني على الخاص والله ياريت لسه ما حت بدي الأسماء كلها مشان أعرف أنا نخصت لكل واحد منكم الفصل طبعا اللي ما رح ياخد فصل ويشتغل عليه يعتبر ما له علامة العشرين علامة فرح يضطر للسؤال البديل تمام في شغلة مهمة كمان إنه بما أنه امتحاناتنا بـ 25 واحد فلابد إنه نصلص نقاش حلقاتنا البحث تسليمة قبل هذا الموعد الله مصلى سيدنا محمد في أمر آخر كمان بدنا نبلش بـ 3 محاضرات الأولى يرجع عيدون أنا ولازم إنه نعمل فيه مراجعة 3 محاضرات الأولى يا جماعة من الكتاب السابق رح بلش أعطيهم مرة تانية غالبكم ما كان موجود أو متواجد وأنا كمان بنفس الوقت هيدا المحاضرات تهمني يمكن دخل فيه فصل من هذا الفصول أو من هذا المبحث اللي عم نشتغل عليه حاليا رح تكون مهمة جدا في الامتحان إذلك بنتي يحاول قدر الإمكان إنه تكون وكلاتكم موجودين عندكم مشكلة يكون التنين أو المحاضرة بالنسبة لي ما في مشكلة أنت التوقيت بناسبكم رح أكتبها ترجمة نانسي قنقر الساعة 8 يوم التنين القادم إن شاء الله رح يكون عنا المحاضرة الأولى في مناهج البحث في العلوم السياسية أتمنى لكل يكون متوفر ومتاح بدنا نعيد فيها المحاضرات الثلاثة الأولى ضروري جدا نعيدها وبنفس الوقت أنا بهمني إنه تفهموا منيح وهي دي الإعادة اللي أنا رح عيدها رح تكون مثل مراجعة أني المحاضرات الثلاثة الأولى مهمة جدا في الامتحان وقبل ما نخلصها اللي عيتي على القسم الثاني من المحاضرات رح تحدد لكل واحد منكم الفصول اللي رح يشتغل عليها الموجودين معي حاليا ستة هاي زياد إجازة صدق سبعة إذا قلنا سبعة الستة الموجودين رح نحدد لكل واحد منكم قسم يشتغل عليه ويلخصه ويسلمني إذا فيه إمكانية قبل المحاضرة القادمة اليوم شو جمعة قبل الجمعة الجاي كيف واحد منكم يلخصه يعمل وورد ويبعث لي تمام؟ أو إذا بدكن تعملوا بيديف ما في المشكلة أنا رح تابعوا بالتفصيل ونحط العلامة المناسبة بإذن الله قبل ما تخلص المحاضرة اليوم رح نحدد للستة الموجودين الأقسام المطلوبة منهم حد عنده أي سؤال حد هلأ؟ المطلوب طلخيص قسم من أقسام المنهاج المطلوب منا للامتحان كل طالب فيكم كل طالب فيكم رح يلخص قسم رح نحدد هذا الشيء في نهاية المحاضرة المحاضرة هاي مو بدل الفحصية محمود هاي بدل المذاكرة تمام كان عندكم مذاكرة من عشرين علامة فالعميد طلب مني إنه نعمل التلخيص للأقسام لأقسام كتابنا بدل المذاكرة هيك بيبقى الامتحان على حال والعلامة من خمسين تمام والتلخيص عليه عشرين علامة بدل المذاكرة حلقة بحث عليها عشرين علامة وعشر علامات على الحضور فأتمنى اليوم حدا منكم يبعت لي اسماء الحضور المستمر مين أكتر حدا بيحضر أنا ما بحب إصلم حدا أبدا يعني حدا ما بيحضر يعني ما منطقي أبدا ياخد علامة وحدها مستمر وعم يحضر ما ياخد علامة فأعتقد أنه هيدا العشرة أكتر خمسة ستة عما يحضروا دائما رح ياخدوا أعلى علامة فيها حلقة بحث جاهزة رسل ليها يا باسل ورح نحدد قبل الامتحان بيومين ثلاثة مناقشة للجميع ذكروني على المجموعة أنه نحدد يوم ناقش فيه كل طلابنا وكل واحد بدي ناقش حلقته أنا جاهزة لأني من حقكم أنه تناقشوه سواء جماعي أو فردي حسب رغبتكن أنتو مشان علامتكن ما تكون قليلة حتى عنده أي سؤال على هذا الأمر قبل ما نتابع اللي عنده أي سؤال أنا جاهزة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام فضل كيف الحال دكتورة أهلين عبد الكريم كيفك الحمد لله دكتورة بيبارك كثيرا دكتورة أنا ناقش جزء منها الأسبوع الماضي وعساسي يكمل الجزء هذا الأسبوع لا لا خلص أنت بدأت نقاش جماعي فمن حقك أنك تكمل جماعي بلك إن شاء الله على القسم الثاني من المحاضرة تمام إن شاء الله دكتورة أنت جاهز إن شاء الله خير إن شاء الله معنات قبل ما نحدد أو بعد ما نحدد للزملاء الأقسام اللي رح يشتغلوا عليها بتكمل نقاش حلقتك تمام هلأ منيجي على أنواع الاستقراء ما هي أنواع الاستقراء واحد يا جماعة الاستقراء التام هذا بيكون شامل لكل الظواهر والأفراد لهن موضوع الدراسة فالحكم بيجي كل تمام فنحكم على الكل بما حكمنا على الجزئي بمعنى آخر لما أنا بقول إنه كل طلاب تمام يا عبد الكريم أقول أنا كل طلاب الجامع حاصلين على الشهادة الثانوية تمام فأنا هذا عندي حكم كلي تمام وخلاله بقدر أني قول أو خلينا نقول أنه مديهي جداً كل طلابنا أنه يكون عندهم شهادة ثانوية بمعنى آخر أنا بحكم على الكل من خلال استقرائي للجزئي يعني الجزئي والكل حكم واحد هذا اسمه استقراء تام أني الكل ينطبق على الجزئ والجزئي ينطبق عليه الكل أما الاستقراء الناقص فهذا لا يشمل جميع الظواهر والأفراد الذين هم قيد الدراسة بل يخص البعض مننا والفكر هنا يحكم من خلال البعض على الكل يعني أحياناً أنه بنحكم على البعض من خلال الكل وجميع العلوم التجربية تقوم عليه هذا الاستقراء الناقص يا جماعة بيخضع له أكثر شي العلوم التجربية الاستنباط الاستنباط هو عملية عقلية تمثل تطبيق العام على الخاص وهذا الانتقال من العام إلى الخاص وهم جداً في حل المشكلات ولكنه ليس مفيد في الوصول إلى الحقائق الجديدة بمعنى أن الحقائق الجديدة تحتاج إلى خلينا نقول متابعة جزئية وتفصيلية بينما الاستنباط يا جماعة هو أني انتقلنا العام للخاص وبقدر أني حل المشكلة معينة بينما في العلوم التجربية اللي هي دائماً عبارة عن وصول إلى حقائق جديدة ما هو مفيد نهائياً الأسلوب الاستقرائي يمكن أن يتغلب على هيداً الجوانب لأن العلوم التطبيقية تحتاج إلى تتبع مستمر لكل تفاصيل العمل الاستدلال هو في اللغة طلب الدليل استدلال يعني أنا بدي دليل مثل ما الاستقراء هو عبارة عن قراءة للواقع وتتبع للواقع الاستدلال هو طلب الدليل وفي الاستلاح هو ترابط عدة أحكام مرتبة بعض البعض بحيث يكون الأخير منها وتوقف على الأول ضرورة تمام فهو عبارة عن ترابط مهم جداً ما بين الأحكام وهي مرتبة مع بعض البعض وبيكون متوقفين أو بحيث يكون الأخير متوقف على الأول ضرورة يعرف أيضاً أنه انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر أو من المؤثر إلى الأثر هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر أنا عندي شيء بقدر أني أعرف مين اللي قام فيه هو حالة انتقال أو من المؤثر إلى الأثر جورس صليبة بقوله هو فعل ذهني مؤلف من أحكام متتابعة إذا وضعت لزمت عنها بذاتها لزمت عنها بذاتها حكم آخر ولن يكون هذا الحكم صادقاً إلا زكاة المقدمات صادقة الاستدلال هو ثلاث أنواع حسب ما ذكر الجميل صليبة هي القياس والاستقرار والاستقراء والتمثيل القياس والاستنتاج على فكرها نفسه ومن أنواع الاستدلال أيضاً في عندي الاستنتاج هو استخراج النتائج من المقدمات أو الانتقال من المبادئ إلى النتائج ومجاله الرياضيات والمنطق كل الرياضيات هي جزء منه كل الرياضيات يا جماعة يجد من الاستنتاج والمنطق كلية تقام أيضاً عن الاستنتاج وهو أيضاً نوعين الاستنتاج المنطق هو باستخراج صدق قضية أو كذبها من صدق قضية أخرى أو كذبها أو عدة قضايا مثلا كل إنسان فان محمد إنسان إذن محمد محمد فان معنات أنني عندي قضية عامة تكون إيجابية يعني صادقة يعني صحيحة يعني مثبتة أو بديهية مثبتة يا بديهية أما بقول كل معادنة مادت بالحرارة فهي حقيقة ولكن مثبتة تم الاختبار أما بقول أن كل إنسان فان فهي بديهية مسلمة عنا بالنسبة لأنك كبشر تمام فأنا من لين استخرجت أنه محمد فان لأني إنسان فكل إنسان فان هيد قضية مثبتة أو بديهية تمام هيد القضية البديهية بقدر استنتج منا شغلات جزئية تنطبق على كل من لديه نفس الصفة كل إنسان فان فكل واحد إنسان إجباري بديه يفنى سواء محمد أو عبير أو عبد أو منال أو فاطمي أو عيوش أو خالد كله بديه يفنى ليش؟ لأني إنسان فأنا هيده مثبتة بدأ استخرج مننا شغلات جزئية بكل بساطة هذا اسمه استنتاج منطقي بينما الاستنتاج الرياضي هو انتقال من مبادئ بسيطة اللي هي البديهيات والمسلمات والتعريفات إلى نتائج استنتاج الرياضي يا جماعة ما بيبلش من قضية مثل ما هو في المنطق إنما بيبلش من بديهية أو مسلمة أو تعريف لحتى يوصل إلى النتائج يعني مثلا أنا لما بقول كل المعادن تتمدد بالحرارة فهيدي صباحة مسلمة ليش مسلمة؟ لأني أنا أثبت صحتها فلما بقول الحديد معدن فإذا الحديد تتمدد بالحرارة هذا كمان استنتاج بس ما هو منطقي ليش؟ هو رياضي ليش؟ لأني استند على شيء تم التجربة عليه تمام؟ استند على شيء تم التجربة عليه بناهج البحث العلمي السياسي هون بقى أبلشنا بالجد حدا عنده أي سؤال على ما سبق هلأ رح يخلص الرابط خلال دقيقة وبعده رح ننتقل إلى القسم الثاني بس يعطاني زوم الرابط فورا وبعد الكنيان حدا عنده أي سؤال يا جماعة؟ الله تكالعافيه سلامتك تمام هلأ معناتها مثل ما حكينا يا جماعة بنهاية المحاضرة بالقسم الثاني من المحاضرة رح يتم توزيع الأقسام عليكم إن شاء الله ما تتأخر علي بيتمنى ما تأخر علي يمنى الجمعة بدتكون كلات عندي وهيك بيكون إن شاء الله جاهزين تماماً نحن للامتحان وحلقات البحث كمان رح نتم بناقشتها قبل الامتحان بالنسبة للمحاضرة الأولى الحضور طوعي طبعاً ما في ما بظن أخذ حضور بس أنا بتمنى لكل يحضر مشان الفائدة لأني رح تكون مهمة جداً في موضوع الامتحان بإذن الله إذا ما حدا عنده أي سؤال رح يخلص الرابط خلال دقيقة نشوفكم بعد خمس داعي إن شاء الله ومنلتقي فيكم بعد خمس داعي سلامات أصدقائي خلينا نكمل مناهج البحث العلمي السياسي ما هو المقصود بمناهج البحث العلمي المقصود بها هي تلك المجموعة من القواعد والأنظمة العامة التي يتم وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول الظواهر موضوع الاهتمام بمعنى آخر أن المنهج البحث العلمي يا جماعة هو مجموعة قواعد يجب أن يلتزم بها الباحث بمجرد ما أنه دار ظاهرة أو دار قضية يريد العمل عليها فيجب عليه أن يستخدم منهج يساعده على الوصول إلى إلى إثبات صحة الفرضية التي كونها من ملاحظاته طبعا المناهج متعددة لأن لكل ظاهرة طريقة معينة في العمل عليها لذلك بمجرد ما أنه دار ظاهرة معينة يجب أن يلتزم بالمنهج المناسب لها لذلك تعدد المناهج بسبب تعدد الظواهر وتعدد قضايا العلم ومواضيع العلم واهتمامات العلم كان هناك كثير من المناهج ما هو المنهج؟ مجموعة قواعد وأنظمة عامة لازم أني يلتزم فيها بمجرد ما أن نختار الباحث منهج معين يجب أن يلتزم به تماما كما هو بحيث أنه يساعد هذا المنهج للوصول إلى حقيقة مقبولة عن الظاهرة التي يهتم بها أو يعمل بها إذن هي أن يصل إلى حقائق مقبولة باستخدام منهج معين اللي هو مجموعة قواعد وأنظمة عامة في مختلف المجالات المعرفة الإنسانية تختلف مثل ما حكينا المناهج باختلاف الموضوعات المطلوبة بحثيها من قبل الباحثين اللي يمكن أن يتبعوا عدة مناهج لقيتمو معناتها إذا أنا عندي ظاهرة تشتغل عن منهج واحد لا المناهج متاحة يا جماعة المناهج متاحة ببعنى أنه أحتاج أحياناً في مراحل معينة من بحثي أن أعمل على منهج مختلف غير المناهج اللي كنت عم أشتغل عليه فالمناهج متاحة للجميع ممكن أنك تشتغل على عدة مناهج حتى توصل إلى الحقيقة التي تريدها لقد اختلف المتخصصون في الدراسات المنهجية بشأن تصنيف المناهج ويمكن أن تندرج يمكن أن تندرج ضمن ما يسمى مناهج أو يمكن تسميته اقترابات أو أساليب فهناك من وضع ضوابط واسعة وهناك من تشدد في الشروط التي ينقغي توفرها في أسلوب البحث حتى يوصل إلى مستوى المنهج هؤلاء العلماء هم منهم من نظر إلى أهداف البحث ومنهم من نظر إلى المنطق الذي يتبعه المنهج وخصائصه بمعنى آخر أنه يعني في عنا بعض المقاربات أو الأساليب أو الاقترابات اللي يعني هي تعطينا شوية ضوابط حتى نشتغل عليها بس في من نحط ضوابط كتير كبيرة في شروط لحتى تكون منهج في من تشدد كتير لحتى توصل إلى أنه يعني أنه شدد فيها بحيث أنه تبقى أقل من المنهج أو يمكن من خلال الشروط الصعبة أنه يوصل إلى مرحلة المنهج هل العلماء هدول حاولوا أنه يشوفوا أهداف البحث وحاولوا للبعض أنه يشوف المنطق اللي يتبعوا هذا المنهج بخصاصه بمعنى آخر أنه هناك طريقة يتبعها الباحث لأن المشكلة يعني اختلفوا من خلال العلماء بتصنيفات هاي المناهج لكل علم طريقة معينة حتى يوصل إلى حقيقته أو إلى هدفه أو إلى النتائج التي يريد أن يصل إليها فهناك التصنيف اللي بتضمن عدد كبير من المناهج بعض التصنيفات كتير بتحتاجنا مناهج ويعني بما فيها التي يطلق عليها صفة الاقتراب أو الأسلوب أو بسبب كون البعض مننا متفرغ أو متفرع عن منهج آخر رئيسي صنف أودم المناهج سماها هي منهج إحصائي منهج مسح اجتماعي منهج تاريخي منهج دراسة الحالة وهناك المنهج التجريبي فإذا حسب أودم لدينا المنهج الإحصائي واحد المنهج أو منهج المسح الاجتماعي تنين منهج تاريخي ثلاثة منهج دراسة الحالة أربعة المنهج التجريبي خمسة فإذا حسب أودم لدينا خمس مناهج ممكن العمل عليها تبني منهج معين لا يعني أنه الظاهرة ممكن أنه تسلم قيادة ألوه من البداية للنهاية إنما هناك احتمال كبير إنه نستخدم عدة مناهج اللي كل وحدة منها تكشف جانب معين منها الظاهرة بما أنه الظاهرة دائما فيها شيء من التعقيد أو خلينا نقول التفاصيل أو جواربا بتعددة فأنا بستطيع أني أستخدم عدة مناهج في وقت واحد بحيث أنه كل منهج ممكن يؤدي لي مهمة معينة أو يؤدي لي غرض معين أو يحقق لي هدف معين لدينا كمان تصنيفات تانية إضافة إلى تسنيف أو دم وهناك إضافات أيضا للمناهج منها المنهج المقارن اللي هو حديثا واعتبر منهج مهم جدا وهناك المنهج الاستنباطي اللي هو بعتبر أنا بديهي بكل الأبحاث العلمية وأيضا المنهج الاستقرائي اللي أنا كمان بعتبره بديهي لأنه هيدا من أساسيات المنطق العلمي من أساسيات المنطق العلمي الاستنباط والاستنتاج والاستقرار تمام لحديث هلأ أحدا عنده سؤال طيب إذا لم أحدا عنده سؤال خلينا نبلش بالمناهج المنهج التاريخي أولا المفهوم التاريخ هو السجل لما أنجزه الإنسان السجل هذا دائما له معنى له دلالة له مغزى وليس فقط تسجيل لأحداث زمنية إنما هي تدرس أيضا الأفكار والأحداث في الحال الحاضر وأيضا مخلفات الماضي وأثرها ويعتمد على التصور الذهني والإبداعي أكثر شيء بالنسبة للتاريخ يا جماعة أنه بيعتمد على صحة الذهن قدرة الذهن على الاستنتاج قدرة الذهن على الاستقرار قدرة الذهن على استخراج ما تم أو خلينا نقول أخذ الحكمة تمام أخذ الحكمة من حدث معين من قضية معينة صارت في زمن معين وأوفق مكان معين وجماعة معينة طبعا التاريخ يا جماعة من أشد العلوم المرتبطة بالعلم السياسية أكثر شيء متقبل في العلوم السياسية الاجتماع والتاريخ جديد وأيضا الاقتصاد طبعا العلوم السياسية يا جماعة هي كل يعني خلينا نقول هي عبارة عن بنية متعددة لا يمكن أبدا أنه أرجع أو أنه يعني ارتباطه يكون فقط في مجال واحد إنما هي ارتباطات كبيرة ومن أهم الارتباطات هو التاريخ فإذا انقبل التاريخ القديم للعلوم السياسي لأن المنشغلين بحاجة أنه يطل على الأمور السياسية والأحداث السياسية اللي كانت موجودة قدر ما كان المنشغلون أيضا بالعلم السياسي بدورا بحاجة دائما بالرجوع إلى الأصول التاريخية لكل المشكلات السياسية التي يعكفون على معالجتها يعني مثلا أنا هداك اليوم بأحد محاضراتي كنا عم نحكي على لماذا الوضع السياسي للمرأة السورية بأحد ندواتي مع مراكز الأبحاث أنه لماذا الوضع السياسي للمرأة السورية الحالية موكل هلأت يعني مناسب وإذا ما نحط نصبه للمشاركة والأنشطة السياسية للمرأة السورية حاليا هو خلنقول منسوب شوي متدني إحدى البنات في المحاضرة سألتني طيب ليش أنسى عبير نحن ما عنا هيدى المشاركة الجيدة والمناسبة للمرأة في العمل السياسي قلت الله إذا نرجع لتاريخ سوريا الحديث من بعد الاستقلال أو حتى من قبل الاستقلال لماذا حتى من بعد الاستقلال حتى من قبل الاستقلال المشاركة السياسية للمرأة العربية عامة المبسسسورية هي عبارة عن مشاركة خجولة بسبب طبيعة أولا شي المجتمع الثقافة لربما السلطة السياسية وإذا كان دور كبير فقالت لي طيب شو العلاقة أنه نحن نطلع على الواقع ونطلع على تاريخ هذا الأمر وما شوف الوضع حاليا وأسبابه حاليا وأسبابه حاليا يا عزيزتي ما بتنفك أبدا وما بتنفصل أبدا عن أسبابه تاريخيا معنا آخر أنه نحن بالتاريخ الحديث ما بدنا نروح لبعيد بالتاريخ الحديث ما شهدت الساحة السياسية السورية مشاركة كبيرة للمرأة بسبب خلينا نقول لأسباب كتير حكينا فيها ولكن نحن دائما في أي حدث منه نفهمه هيك قلت الحرفيا أي حدث منه نفهمه في وضعه الحالي لابد أن نرجع لأصوله التاريخية تمام فأي حدث السياسي يا جماعة ما فينا نفهمه إذا معرفنا خلفيته التاريخية وبنفس الوقت أهل التاريخ يا جماعة إذا بدي يدرسوا أي شيء كمان بحاولوا أنه يرجعوا للأحداث السياسية اللي كانت موجودة في هذا الزمن وكمان بدنا يعرفوا تفاصيله وأسبابه ونتائجه بمعنى آخر أنه السياسة والتاريخ تنيناتهم بحاجة لبعضهم البعض ونحن أهل العلوم السياسية أحرج للتاريخ نحن أحرج للتاريخ هنن بحاجة ولكن نحن حاجتنا أكبر أن أي أمر سياسي بدنا نشتغل عليه لابد أن نعرف منهجيته أو خلفيته التاريخية يرتكز أهم ما يعنى به المنشغلون بالعلوم السياسية حول موضوعين أكتر شيء يهتموا أهل العلوم السياسية بموضوعين أول شيء الموضوع الخاص باتخاذ القرارات السياسية من حيث الظروف اللي اتخذوا فيها أثنين القوى التي أثرت والتي هي في النهاية تقرر طبيعة القرار السياسي على اعتبار أنه يأتي معبرا عن مصالح تلك القوى نحن أهل السياسة أي موضوع بدنا نشتغل عليه منهجيته نعرف أول شيء القرارات السياسية شلون تم اتخاذها يعني كيف يعني شلون تم اتخاذها يعني ما هي الظروف التي ساقت إلى اتخاذ هذا القرار ومن هي القوى التي قررته أو التي أثرت به بحيث بالنهاية لما أنا بفهم هدل الأمرين بقدر أفهم طبيعة هذا القرار السياسي وعن مصلحة مين كان أو عبر عن مصلحة مين أو كان لمصلحة مين اتنين أيضا موضوع يدور حول القرارات السياسية إذن أول شيء اتخاذ القرارات السياسية من حيث الظروف والقوى المؤثرة وأيضا النوع التاني هو ما هو تاريخ المؤسسات التي قامت بإتخاذ هذا القرار يعني هاي المؤسسة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو خلينا نقول أي جهة أخرى بدي أعرف أنا خلفي بدي أفهم أن تاريخ هاي المؤسسة مثل كونة وشو أهدافها ومن العامل عليها ومسيرة عملها والقرارات التي تتخذها بالطبع هل هي لمصلحة فئة أم لمصلحة شخص أم لمصلحة سلطة فإذا نحن في كل أعمالنا يا جماعة وفي كل اهتماماتنا لابد أن نعود إلى تاريخ أي أمر بنشتغل عني يعني سواء كانت هاي ده المؤسسة التنفيذية مثل الوزارات أو تشريعية مثل البرلمان أو جمهور كامل مثل أحزاب نقابات تجمعات كيانات سياسية كل هيد الأمور أنا بتي أرجع لتاريخ تمام فأنا لما بدرس مثلا مؤسسة البرلمان بيقوم الباحث بدراسة غروفها أو خليل أقول بتاريخ هالمجلس هذا وكيف تكون وخليل أقول الظروف اللي نشأت فيها طبيعة النواب طبيعة تمثيلهم علاقتهم بالمؤسسات التانية مداقوته سلطه هل هو مصدقل هيدا مسائل كلا ياتا لابد أن تكون في ضم اهتمامات الباحث في أي أمر سياسي ما هي خطوات المنهج التاريخي خطوات المنهج التاريخي أول شي انتقاء واختيار المشكلة لما أنا بدي اختار أي مشكلة في ظاهرة السياسية أو أي موضوع في ظاهرة السياسية هي أني حدد الفكرة العلمية التاريخية اللي بتقوم حول التساؤلات الأمر اللي بدي دائما إلى تحريك عملية البحث التاريخي فأنا لما بدي اختار الموضوع في ظاهرة السياسية بدي أحدد شو هي الفكرة وبنفس الوقت تحدد ما هي أصول العملية التاريخية اللي أنا رح أشتغل عليها ومن خلالها بقدر أسهم شو لازم أعمل وببدأ بتحركاتي في عملية البحث التاريخي بنين أو بيت بجمع المادة التاريخية بجمع المادة التاريخية من الأعمال الأولى اللي أنا بقدر أوصلها اللي هي الأصول المخطوطات قرارات الرسمية البيانات الصادرة خلي القول أي بحث عن ظاهرة معينة أي كتاب عن ظاهرة معينة هيد الأعمال الأولى بيقوم فيها الباحث لحتى يحصل على أهم مادة التاريخية بعدها بيدرس الظواهر والشواهر اللي طالت على الإنسان بالسابق وبيبدأ بيكتبها على أن بصادر متعلقة بالبحث ممكن أنه يلاقي البحث ضعوبات كتيرة لأن الباحث لما بيكتب بالماضي بصورة الحاضر بيكتبه كأني موجود أمامه يا جماعة بيش يعني يكتب الماضي بصورة الحاضر يعني بيكتبه كأني موجود أمامه من شلون هو موجود أمامه من خلال هيد الأعمال الأولى اللي وصلها أو اللي حصل عليها لأن هذه المادة التاريخية ما بيقدر يصورها متل ما هي موجودة أو بحالة الماضية فلذلك قسم العلماء المادة التاريخية تبعاً للمصدر اللي هي إما ثانوية أو أولية ثانوية يعني تيجي بالدرجة التانية أولية اللي هي بتكون الأهم والرسمية وإننا نجد هنا أنه مهما كانت تقسيم في المصادر نجد أن المصادر التاريخي هي دليل دليل على التاريخ والدليل التاريخي كمان له قسمين القسم الأول اللي هي المصادر الثانوية ما هي المصادر الثانوية جماعة هي الناس اللي كانوا موجودين في الحدث تمام؟ الناس اللي كانوا موجودين أثناء الحدث اللي هي يسموها شهود العيان شهود العيان هنا يجب على الباحث أن نأخذ بعين الاعتبار تحيز الذي يمكن أن يكون لدى الناس وهيدي أهم نقطة في المصادر الثانوية أنا ما نظمن أن الناس اللي راح تكون ساهدة أو تقدم سهادة على هذا الحدث أنه تكون حيادية أبداً ما بضمن الإنسان لا يمكن أن تضمن حياديته أنه يحكي خليه نقول الأمر كما هو مثلاً لما صارت المجزرة في منطقة معينة هنا نكتب تقرير عنه راح ينرفع كان لجهة دولية نظمة دولية طلب مني أني نقح هذا التقرير أنا وشوف يعني الإضافات المطلوبة أو شوف ماذا دقته وصحته فأحد بنود هذا التقرير كانت شهود الناس اللي كان موجودين أثناء المجزرة أو أثناء القصف فأنا عم طلع بالشهود أو الشهادات كل لياتها كانت يعني كيف بدي ألكن يعني هي عبارة عن قنبلة عم تنفجر على النظام أنا ما بقدر أني أطلب منه الحياتي وعلى فكرة بهيك وضع ما فيك تطلب من حدا يكون حياتي لأني المصاب كبير وطبيعي جداً أنه هيد الناس المحقوني بالغضب على الأشلاء اللي شافوه والدمار اللي خافوه طبيعي ما أضمن حياديته نفسك يا جماعة أنا ما بقدر أني أضمن أن الناس تكون حياتية حول أي حدث تاريخي لذلك طبيعي جداً وبديهي جداً بأن الباحث يعتبره مصدر درجة تانية مصدر درجة تانية تمام؟ فإذاً على الباحث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هنا أن الناس يمكن أن يكون لديها تحيز والأدوات اللي استخدمت بهذاك العصر هي المصدر المهم وعلى الباحث أن يتأكد أنه هاي الأدوات اللي استعملت هي أدوات خلينا نقول جيدة وقيمة مثل المجلات تقاويم يعني إلى آخر هي المجلات دائماً بتكون مصدر مهم جداً لأن المجلات غالباً يا جماعة فيها شيء موضوعي أكثر من الموضوعية ليش؟ لأنني ما بتهتم بمشاعر وعواطف وما فيها إنشاء أو ما فيها بتحاول أنه تنقل الأمر كما هو حقيقةً على ما هو في أرض الواقع لذلك بتكون أقرب للموضوعية من شهادات العيان وهي مصدر مهم تاريخي لكن نتأكد من الغرض هو من هاي التقاويم هاي دي أنه تكون هل هي مستقلة أم غير مستقلة أيضاً أصص الحكايات ممكن أنه تكون مصدر ولكن أيضاً ثانوي ولكن هي ما فينا ننكر أنه تعتبر إرث أو تراس عن فترة زمنية معينة والاسم الثاني يا جماعة هي المصادر الأساسية وهي دي أهم المصادر عند المؤرخ ما هي المصادر الأساسية هي السجلات الرسمية مهمة جداً هي رقم واحد على فكرة السجلات الرسمية للمؤرخ هي رقم مؤحدية طب مثل تشريعات الدساتير القوانين المواثيق محاضر جلسات قوائم إضراب حصائيات رسمية بيانات إلى آخر هاي دي كلها تتعتبر صادر مهمة جداً لأنه دائماً بتكون صادرة عن جهة رسمية لذلك اسم السجلات الرسمية صادرة عن جهات رسمية والجهات الرسمية دائماً في أي حدث عم تتحاول أنه التوثق بتكون قمة في الحيادية والموضوعية السجلات الشخصية والهي خطابات مثلاً خاصة للقادي السياسيين المذكرات اللي بيكتبها مثلاً قائد سياسي عن عمله عن لقاءاته عن إنجازاته هاي دي كلها تعتبر خليناً المصادر مهمة جداً أيضاً اليوميات الرسائل إلى آخره السجلات المصورة مثل أفلام تسجيلية وثائق رسوم صور هاي دي كلها كمان تعتبر مهمة جداً في أيضاً المواد المنشورة الصحف والمجلات الكتابات المقالات كلها تعتبر هاي دي من المصادر الأساسية المهمة في عنا السجلات الآلية الأشريطة والإصطوانات في عنا آثار مادية أولى المباني المرافق العامة المواقع والأثاث الأزياء والآلات كلها هاي دي تعتبر بناء المصادر الأساسية في عنا المطبوعات مثل العقود شهادات لطاقات إعلانات كلها تعتبر أيضاً مصادر أساسية المطبطات والفهارس وقوائم المراجع هاي دي كمان مهمة جداً في موضوع التوثيق التاريخي الدوائر المعارف التقاويم الكتب السنوية الدوريات هاي دي كمان تعتبر مراجع مهمة جداً ووثائق مهمة جداً في العمل التاريخي حديث هلأ حداً عنده سؤال اللي عنده سؤال يتفضل نقد المادة التاريخية من الأمور المهمة جداً في المنهج التاريخي هو المادة التاريخية اللي بنجمعها سواء كانت مصادر أساسية أو ثانوية لازم الباحث أنه يعني اللي عم يشتغل عليها يخضعها لشيء من النقض كل شيء بيحصل عليه الباحث سواء كانت مصادر أساسية أو ثانوية لحتى يكون أمين على استخدامه أو يصدق باستخدامه أو يتطمن لاستخدامه لابد أنه يخضع على النقض بس يعني النقض حتى يتفضل نقض من صحتها أو عدم صحتها النقض التاريخي يا جماعة نوعين هناك نقض داخلي وهناك نقض خارجي النقض الخارجي يتحاول الباحث أن ينقض الوثيقة التاريخية اللي حصل عليها وأن يتأكد من الوثيقة ويتساءل لساؤلات كتيره لحتى يتأكد من صحتها مثلاً هل هذه هي النسخة الأساسية أو الحقيقية وإذا كان فيه نسخ أصلية وينها مع تحقيق شخصية المؤلف يعني يتأكد من المؤلف يعني المؤلف الوثيقة اللي كتبه وهل الشخص اللي ألف الوثيقة إنسان واحد أو مجموعة أشخاص كمان يدرس يدرس ويفحص المخطوطات وينقض النصوص ويقسم النقض الخارجي إلى قسمين نقض التصحيح اللي هو بيقوم على إنه يتحقق من صحة الوثائق اللي عنده واللي عبرت عن الحادث فيجب أن يعرف هل هذه الوثيقة صحيحة يعني هل بالفعل الوثيقة اللي أمامه صحيحة لأنه فيما يتصل بالوثائق هناك حالات رئيسية ثلاثة من الأولى إنه يكون عنده نسخة بخط المؤلف عن الوثيقة موضوع البحث يعني إنه تكون الوثيقة اللي أمامه مكتوبة بإيد المؤلف بخط إيده وهنا يكون الأمر سهل جدا يعني هنا بيتفكد ويرتاح لصحة هذه الوثيقة وما عليه إلا أن ينسخ الوثيقة بخط المؤلف بنسخة وحيدة يعني المؤلف يا جماعة لما بدأ ينسخ أو يحط وثيقة بتكون وحدة تمام وحيانا بيكون فيه أخطاء هاي الأخطاء إما أن تكون أخطاء في الحكم أو أخطاء عرضية وأخطاء الحكم ممكن تكون بسبب الجهل عند الناسخ أو أنه بدأ يحاول يصلح شوي بالنص حسب فهمه المحدود جدا للقضية فهنا يسيء إلى النص يسيء لأنه بدأل ما يصلح ممكن أنه يسيء أما الأخطاء العرضية فهي بتنسخ من النسخ إما أنه ينسى أو النسخ اللي عبي يكون بهذه العملية فأحيانا ينسى بعض الألفاظ أو أنه يخطأ أثناء الإملاء وهي أخطاء طالمية بمعنى أنه نتيجة الكتاب السريعة أو الأخطاء الإملائية الموجودة فيه بينما بالفعل الثاني إذا كان عنه أكثر مخطوطة يعني أنا عندي عدة مخطوطات هنا بدأ يكون العمل إلى حد ما يعني أطول تمام لأن أول شيء بدي يطلع بهذه المخطوطات حتى يتأكد هل هي صحيحة أصيلة أو أنه تعود إلى أصل واحد يتأكد بالنسبة وهنا يعني ممكن أنه يتأكد من وجود نفس الأخطاء في نفس المواضع بينما النقد الثاني اللي هو نقد المصدر هنا ما بيكفي إنه يكون عندي وثيقة صحيحة واللي كتبه بالفعل هو نفس الإنسان المنسوبة لأله هنا بدي أعرف أنا مصدره ومؤلفة ومؤلفة وتاريخة بمعنى آخر أنه الوثائق لأنه بتختلف بقيمته اختلاف شاسع من حيث صحيحة نسبة للإنسان اللي كاتبه الشخص الأصلي اللي كاتبه وإلى من ذكر اسمه كواضع لها أو في إنسان تاني حطه أو كتبها ونبقى بدي أخذ الوثيقة إذا كان فقط أثبت الصفحة دا نقضى المصادر فيه عننا قواعد أول شي بدي أتأكد من التحليل الباطن يعني بالفعل ما ورد في النص فعلا فعلا يمكن أن يكون لذلك الشخص يعني بمعنى أنه سياق العام والطريقة الفاظ المستخدمة المنهج المستخدم هل بالفعل هو بالفعل يعود إلى هذا الشخص أم لا أيضا بدي أشوف الخط بدي أشوف الخط لأنه في كل العصر في خطوط غالبة هي التي تشغل فيها يعني في عندي خط القوفي خط الرقعة خط النسخ خط كذا وكذا هل بالفعل هذا الخط المكتوب فيه يعود إلى هذا العصر أم لا أيضا بدي أشوف اللغة من حيث الألفاظ والتركيب والجمل المستخدمة أيضا بدي أشوف الوقائع الوقائع في المصدر من حيث الزمان أيضا بدي أشوف التباسات أيضا بدي أشوف إذا في حشو أو زيادة أو هناك مراجع عن المؤلف الأصلي أيضا بدي أعرف المصادر اللي صدرت أو خلينا أقول اللي صدرت عن المصادر الأصلية وزارات جهة سياسية مؤلف معروف إلى آخرهم ما هو النقد الداخلي هو تحليل الكلمات وعبارات عن فكرة النقد الداخلي هو من أصعب أنهو النقد ليش لأنني بدي يحلل النص نفسه أيضا بدي أحلل الكتابات والعبارات والكلمات والظروف اللي كتبت فيها الوثيقة وتحديد المعنى اللي بيريده المؤلف من الوثيقة والإلمان بكل الظروف سواء السياسية والاقتصادية والجغرافية اللي كان عايش المؤلف ويعرف أيضا الأسباب اللي دعت إلى الكتابة بهذا الشكل وتحليل لكفاءة المؤلف ودراسة الواقع النفسي له والتأثيرات التي دعته إلى الكتابة وهل أن المؤلف أخذ مباشرا يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر سمع عن حدا وهل كان هذا المؤلف متعصب أو عنصري أو متحيز والنقد الداخل يا جماعة هو الدراس الدقيقة الصحيفة بالمادة التاريخية اللي أخذ الباحث وهو أصعب أنواع النقد لأنك بدأت تكون ملم بكل هذه الجوانب عن المؤلف الذي تنسب له هذه البسيط واضح يا جماعة إذا واضح رح نوقف هون ونبلش بتوزيع أو أول شي عبد الكريم معك عشر دقايق فقط أو أقل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عبد الكريم فيك تتفضل بإيمان عشر دقايق فقط من المحاضرة أتمنى أنك تعجل قدر الإمكان مش هنبلش توزيع أقسام المؤلف على زملائك تفضل دكتورة رضي بارك فيك ويحميك يا رب دكتورة أنا وصلت عند ملخص البحث بالجلسة الماضية تفضل تناول الباحث الأخرى وكان المنهج المتبع المنهج الوصفي والتحليلي أقسام 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 فضل مفهوم العلم السياسة 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 هي في قواميس اللغة العربية تنحذر من مصدر تا يوسي في شرح الصاحب صاحب القاموس من المجاز ومفهوم العلم يتسم العلم بالغموض وصعوبة الإحاطة به ويتجمع عناصره وذلك رجوعا إلى كسرة استخدامه وتعدده بالحقول المعرفية والعلم لغتان نقض للجهل وإدرات على ما هو عليه إدرات حازم بس عزل في عم الكريمة عندنا وقت على الرضا عليك ماشي دكتورة دكتورة هون دخلنا بالمبحث دخلنا بالمبحث تاني علاقة علم السياسة بالعلوم الأخرى قسمت لعدة أقسام علم السياسة مع الفلسفة وعلم السياسة مع القانون وعلم السياسة مع التاريخ وعلم السياسة مع الاقتصاد وعلم السياسة مع العلم الاجتماع وعلم السياسة مع علاقة السياسة بعلم الجغرافيا يعني علم السياسة بالجغرافيا من تقسيمات الأساسية للجغرافيا العالمية كانت مبدأ من السياسة وعلاقة علم السياسي بعلم النفس يعني علاقة علم السياسي بعلم النفس يساهم علم النفس وخاصة علام النفس الاجتماعي بشكل كبير على مفهوم علم السياسي وخاصة بما يتعلق الشخصيات البارزة والتي يتحددها كرئيس دولة كوزير ككذا يحددها من علم النفس الاجتماعي الدكتورة أقول المصادر كانوا القرآن الكريم ومطر علاء محمد يعني اسمه هو علاء مطر محمد عميد كلية الحقوق في جامعة الأسراء مبادئ العلوم السياسية سنة 2013 سبتمبر وكان الدكتور محمد عبد البديع السيد جامعت بنها كليت الأداء بمبادئ علوم السياسية مكتبة النور يعني أنا المصدر كان مكتبة النور لأنه ما في تاريخ للطبعة أخذت المصدر من مكتبة النور طيب أي دكتورة وكان المصدر الثاني إلياس بل كان استاذ الدراسات الإسلامية في معهد بمعهد الدراسات العالمي العالمي الإسلامي بجامعة زي بدين الجغرافية الإسلامية في فكر ابن خلدون والله يبارك فيك يا دكتورة والله يبارك فيك يا رب تسلم خلصت تمام دكتورة الله يعطيك العافية وشكرا لك هلأ أنت يمكن أول واحد بناقش جماعي ما هيك يا كريم نعم دكتورة طيب خير إن شاء الله منكم من ناقش جماعي السؤال طيب إذا ما حدا منكم بدي ناقشه على فكرة هلأ في مسألة مهمة جدا بدي حاول أنه نوضحها إذا ما لحقنا أنه يعني نوزع هلأ الأقصام المطلوبة على الجميع ممكن أني وزعها أو قسمها أنا وبعد لكم إياها على مجموعة الوصف بس فيه تغلى كثير مهمة يا جماعة بالنسبة للموضوع النقاش هلأ إذا زميكم هلأ في العافية بعت لي أسماء الطلاب أنا ما بدي يوزع أو خلينا نقول بدي يوزع الأقصام الموجودة في الكتاب على الضم صلى سيدنا محمد على الطلاب الموجودين فكمان هو بعت لي أسماء الطلاب الموجودين اليوم إذا أنا اليوم موجودين صفوح وأحمد وباسل وسمية عبد الكريم ومحمد وزياد أوكي فهدولة يا جماعة اللي رح أبعت لهم أقصام اللي رح يشتغلوا عليها اليوم تمام طبعا الأقصام هي بعدد الصفحات أنا بدي شوفوا شو عدد الصفحات المناسب عنها وما بعرف إذا ما حدا منكم بيزعجوا رح أبعت لها حدا منكم قصم من مبحثنا هات اللي أنا أقريته لأني مهم جدا 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 تمام فهي 13 صفحة لحديتها اليوم آخذين 13 صفحة وشان ما حدا يجي إلي يا أنسي إنه طلبت مننا إنه لحصلك شيء أنت ما عطيتنا يا فأنا رح أطلب فقط لعند الصفحة 14 يعني المنهج المقارن فقط مفهوم المنهج المقارن اللي بيحب أنه يلخص هذا القسم يكتب لي هنا عد شات قبل ما تخلص وقت المحاضرة والبقية رح أبعت لكم الأقصام الثانية من الكتاب الآخر تمام مين بيشتغل على هذا القسم أوكي يا عبد الكريم هي إلك هذا القسم العبد الكريم فإذا القسم الأول من المبحث المطلوب العبد الكريم والبقية رح أبعت لكم إن شاء الله إذا ما اليوم بكرة أقصى حد وإذا ما بعت لكم يا بكرة ذكروني الله يرضى عليكم يا طلابي لأني أنا بنسى عندي ضغط كبير بهذه الفترة فلابد أنه بكرة إن شاء الله تكون الأقصام المطلوبة عندكم وبتمنى يوم الجمعة أو قبل الجمعة اللي بيخلص منكم التلخيص اللي بعت ليا وورد أو بي دي اف ولا ما في مشكلة عندي مشان نبدأ بقى بإحصاء العلامات وضع علامات العملي المضاف اللي هو يعني خلينا نقول تعويض عن المزاكرة لحد ديت هلأ حدا عنده أي سؤال لأني قرار بصلص محاضرتنا ما شاء الله بتمنى أنه يكون كل شيء باضح وصلنا لهون عند النقد الداخلي ما هيك حدا عنده أي سؤال اللي عنده أي سؤال يبعط لي أو يكتب لي مشان نشرح له يا قبل ما تنتهي محاضرتنا الله يأتي رأي هذا طلاب إزاك شكرا لكم الله يأتيكم ألف عافية انتو كمان نتمنى يا طلابي أنه يعني تهتموا شوي بالتلخيصات اللي رح نطلبها منكم لأني راح تكون في عليها علامة تمام وكمان بنفس الوقت اللي بيلخص شي يا جماعة بيكون واضح جدا بالنسبة للعلوم بيكون سهل رح يصير سهل على فكرة وأنا ما بقدر أكذب عليكم وراح تكون الأسئلة سهلة جدا نعم لكم من هلا طبعا مو الهدف مننا أننت عقل لا أبدا أبدا الهدف مننا أنه أنتو لازم تكونوا متقنين لماذا تمنهج البحث في العلوم السياسي لأن هذه المادي مهمة جدا ومفصلية مفصلية يعني أنا ما عم بالغ مفصلية هاي جدا هاي دية المادة بصراحة في العلوم السياسية لأني من البديه جدا أنه أنت بس تتشراج يكون عندك القدرة أنك تعمل أي بحث سياسي تمام البديه جدا طالب العلوم السياسي بس يتخرج يعرف يكتب بحث سياسي أو على الأقل مقال علمي سياسي تمام فهي المادة مهمة جدا وأتمنى أنه تهتموا فيها وإن شاء الله رح تكون علاماتكم جيدة شكرا يا صفوح على الأسماء بعتليها هم جدا هاي دي الخطوة بدي أعرف أنا مين عم يحضر عندي ومين المادة ما بتعني له أو ممكن يكون في حدا ظروفه أقسم أنه يحضر كل أحوال تمنياتي للجميع بالتوفيق ويعطيكم العافية وشكرا لكم مرة تانية عن حضور ونصدق إن شاء الله الأسبوع القادم والله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامة وبركاته